قراران تنظيميان اتخذهم وزيران في فرنسا وبريطانيا ربما يعلنان نهاية عصر النفط الذهب الاسود الذي اغدق على منطقتنا الثروات غالبا والنكبات احيانا فرنسا وبريطانيا اعلنتا انهما لن تسمح ببعي اي سيارة تعمل بالوقود بحلول العام الفين واربعين الا ان عصر الانتقال الى السيارات الكهربائية قد يحل في تاريخ اقرب بحسب بعض التوقعات النرويج على سبيل المثال حددت العام الفين وخمسة وعشرين هدفا للدخول في عصر السيارات الكهربائية بشكل كامل الصانع السودي الشهير فولفو اعلن انه لن ينتج اي سيارة غير كهربائية جزئيا ام كليا بحلول العام الفين وتسعة عشر حتى سيارة مازيراتي التي تعتبر رمزا لمرحلة سيارات السرعة الشرهة على الوقود فستدخل فيها مكونات كهربائية في عام الفين وتسعة عشر ايضا في الاثناء تراجعت كلفة انتاج الكهرباء من الشمس عبر الخلايا الضوئية باكثر من تسعين بالمئة لتصبح تنافسية للغاية مقارنة مع النفط اللؤلؤ الذي صنع ثروات منطقة الخليج في القرون الماضية انتهى عصره عندما ابتكر اليابانيون اللؤلؤ الصناعي لم يكن احد مستعدا لذلك حينها وحكومات المنطقة اليوم لا تريد ان يكرر التاريخ نفسه ترجمة نانسي قنقر